الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطراء نعم لم يزل الله عز وجل مستويا على هذا العرش فإن قلت وما عقيدة أهل السنة في صمة الاستواء على العرش فأقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته ليس كاستواء المخلوقين على كراسيهم أو على ظهور الفلك والدواب لأن الاستواءين وإن اتفقا اسما إلا أن المتقرر عند العلماء أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات والمتقرر أن الاتفاق في العسم الكلي المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة فإن قلت وما دليل هذه الصفة فأقول دليلها سبع آيات من القرآن في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاه والأعراف والفرقان يقول الله عز وجل فيها الرحمن على العرش استوى ويقول ثم استوى على العرش وقد أجمع على إثباتنا أهل السمة والجماعة فإن قلت وهل هي صفة فعل أم صفة ذات فأقول هي صفة فعل إذ لم يحصل هذا الاستواء إلا بعد أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض ثم استوى على العرش فإن قلت وأيهما أسبق خلقا السماوات والأرض أم العرش الجواب المتقرر عند أهل السمة أن العرش أول المخلوقات وأكبرها وأعظمها وهو كالسقف لها وهو كالسقف لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أعلى المخلوقات التي هي الجنة قال وسقفها عرش الرحمن فإذن العرش سقف للمخلوقات وهو عليها كالقبة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن قلت وماذا قال أهل البدع في صفة الاستواء فأقول أجمع أهل البدع على إنكار هذه الصفة وتحريفها إلى صفة الاستيلاء وقد خالفوا بذلك الأدلة وخالفوا فهم السلف الصالح والمتقرر عند أهل السنة أن كل فهم في أدلة الاعتقاد يخالف فهم السلف الصالح فإنه باطل فإن قلت وما رأيك في زيادة الناظم لقوله بذاته أنه على العرش بذاته الجواب لا بعش بها لا حرج فيها فإنها من باب تأكيد حقيقة الاستواء من باب حقيقة تأكيد الاستواء وكننا نؤمن بأن ذات الرب عز وجل فوق عرشه على ما يلق بجلاله وعظمته فإن قلت وأيهما أول العرش أم القلم العرش الذي استوى الله عليه أم القلم الجواب فيه خلاف بين أهل السنة والقول الصحيح أن العرش قبل القلم وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فتلك الأولية باعتبار ما قيل له في أول خلقه يعني لما اشتري أول شيء لما اشتريت القلم كتبت به يا الله فإذن أول ما كتبت بالقلم هو يا الله فتلك الأولية باعتبار الشراء فإذن أول شيء قاله الله للقلم لما خلقه قال اكتب فالأولية هنا باعتبار القول لا باعتبار الأولية المطلقة فأول المخلوقات على الإطلاق هو العرش نعم ترجمة نانسي قنقر